مصرح مفاوضات إنهاء الحرب على قطاع غزة يصل القاهرة قادما من الدوحة وفد إسرائيلي فني يبحث أعادة تشغيل معبر رفح ذاك المغلق منذ احتلاله مايو الماضي معلن النجاح إسرائيل في سد الشريان الوحيد المتبقي بين غزة والعالم الموقف المصري لم يتغير على الاحتلال مغادرة المعبر قبل تشغيله من الجانب الفلسطيني ربما مع شريك أممي أو أوروبي هناك اتفاق للعام 2005 يسمى باتفاق المعابر بين مصر والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية يتيح للسلطة إدارة الشطر الشرقي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وليس سلطات الاحتلال لذلك مصر تتمسك بهذه الثوابط قبل الدخول في أي عملية تفاوضية وتشترط القاهرة أن لا تكون المفاوضات من أجل المفاوضات وإنما من أجل إدراك اتفاق مستدام لوقف إطلاق النار وجود إسرائيلي مرفوض في معبر رفح ومحوري فلادلفيا ونساريم حرب مستمرة وتصعيد يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية فيما تتراكم المساعدات على الجانب المصري منوعة من الدخول لتسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية بالقطع بنيمين نتنياهو يريد أو يفضل المقربة العسكرية لا يريد أن يجلس على مؤمئدة مفاوضات لديه أهداف منذ بدء الحرب أهداف مخفية يريد أن يحققها يريد أن يدمر قطاع غزة بيئة الكامل يريد أن يهجر الفلسطينيين من أرضهم والدليل على ذلك ما يحدث حتى في الضفة الغربية أنهم بيزعجوا وبيرهبوا الفلسطينيين سكان المنطقة هي مفاوضات الفرصة الأخيرة إذن هكذا وصفها وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته الحالية للمنطقة زيارة تدفع بها بلاده نحو اتفاق للتهدئة في غزة مع الوسطاء في مصر وقطر لتتجدد الأمال رغم الخلافات بقرب التوصلي إلى الاتفاق المنشود هي مفاوضات للتحضير لجولة اجتماعات مرتقبة بالقاهرة تدف لتوصل اتفاق لوقف الحرب في غزة جهود قد تنجح في تقريس الفجوات بين حماس وإسرائيل وتمهد لوضع حد لتصعيد يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية مينا حبيب قناة الغد